الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صحابته حبا جمع وكانوا كذلك هم يعشقون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم أومأ ببصره بس بس نحية كده أو توضع النبي أو فعل أي شيء ما كان الصحابة يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أقول أن هؤلاء الصحابة كان لكل واحد فيهم أو العشر المبشرين بالجنة مذاق يعني نجد سيدنا أبو بكر صديق يقول أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك هذا هو الصديق الذي كان مع الحبيب المصطفى في الغار وحينما لدغ الصديق وضع النبي ريقه في قدمه اللهم صلي على من شفى بالريق عين الحبيب ولدغة الصديق وأعاد طعم الماء مثل رحيق إذ مس فيه العنبرة المختومة صلوا عليه وسلم تسليمه وإحنا في ذكر الهجرة الأيام في العام الجديد كل سواء طيب أذكر سيدنا أبو بكر كاللين الموقف العظيم أنه كان سبش النبي في الموقف ده نعم لما تكلم عن سيدنا عمر يبقى سراج أهل الجنة لو كان نبي بعد لكان عمر النبي يتحدث عن عثمان فيقول عثمان أحيا أمتي يعني أكثر أمتي حياء ويقول من يشتري بئر روما وله الجنة فيشتريه عثمان لو أنا جيت أعدد العشرة بكل الحاجات بتاعتهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر الرحمن أخش بقى على هذا الججل صاحب الاسم الجميل أنا أحب هذا الصحابي اسمه الزبيب بن العوام خذت بالحضرتك رضي الله عنه وارضوا عنهم جميعا صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبيب بن العوام كان قريب ونسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المحبين لحضرة النبي إذا قال النبي كذا قال صدقت إذا قال كذا صدقت النبي يذكر الناس بأمر أو الناس يذكروا رسول الله أنه عمل كذا يقول صدقت يا رسول الله فعلا وقولا طبعا مش كلام بس يعني مش أبي كلم أبدا فكثرت هذا أدى له نوع من أنواع الخاصية في أمه معين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري والزبير حواري رسول الله سلام الله عليه وسلم هنا بيخصوا يا دكتور بحاجة جميلة جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم كليل ملامك دي مع كثير من أصحابه يعني كان يقول على سيدنا عمر لو كان نبيا بعد إذا كان عمر ويقول إن الصديق بقى يتركنا مجازاته عند ربنا سعيد كليل كل صحابي في عشكرة كل الصحابة كانوا يحسوا أنه أقرب حد ليه بالظبط كل واحد من أصحابه كان يقول لك أنا أقرب حد لن أخير حظة النبي يجلس في المسجد يقصي درسة مثلا من الدروس العلم وفي حوالين منه حوالي مثلا مئة ألف من المسلمين كلهم كأن على رؤوسهم الطير رسول الله يتكلم الكل ساكت لا يتحدث أحد حضر بقلبه نعم وكان الصوت يصل إليهم جميعا بالمئة وخمسين وكانوا هؤلاء الصحابة يقولون وشوف كل واحد على حدى يقول كأن رسول الله ينظر إلي أنا وهو يخاطبني صلى الله عليه وسلم تخيل بيوزع نظر على مئة وخمسين أو مئة ألف واحد من الصحابة قاعدين حوالين منه ينظر إليه كل واحد يعتقد أن رسول الله يكلمه هو ده اللي بيحاوله ده الرسول دلوقتي اللي يلقي كنتك تفكرة أن أنت بتعامل الناس بعينهم وبتحس معهم بقلفة كده في الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى بيصدق كل حاجة فسماه حواري رسول الله لأن الحواري هو من يصدق كل شيء اللي هو حبيبك إن نقرب إليك يلا نوح مثلا نتغدى يلا بينا نتغدى يلا نسافر يلا نسافر يلا نوح نطلع نعمل أي حاجة مع بعض كان لهم مجالسة جميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم ولم يحرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموا الحب من رسول الله وتعلموا الإنفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبيغ كان من أغنى التجار لأنه من أربته سيدة خديجة فكان عيلة كلها تجار هو من قبيل بني أسد القراشي من أهل قريش فكان من التجار العظام شوف سيدنا عثمان كان من التجار شيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من التجار ولكن هنا السمى الفائدة ده تاجر الرحمن ده ليس عليه حزن لأنه كان يشتري الآبار لكن سيدنا الزبير خاد الصفة تانية أنه حواري رسول الله يعني المجالس لرسول الله التابع لرسول الله فكان يصد عن رسول الله ده يخلنا برضا دكتور فكرة أنه هم ما كانوش قاعدين في المساجد بما يتعبدوا ويرو كرامباس الناس دي كانت بتشتغل وكانت بتاجر وكان لهم تجارة عظيمة أكبر دليل أن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبوكي الصديقي ما كانوش قاعدين عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في حالة الوفاة أو حالة الاحتضار ده هو بعد الوفاة لا ألحق يا عمر نازل من بلد إلى بلد يعني مكان بعيد كان هو قاعد عنده حديقة ناك كان بيبادل مع صديق لي شريك لي في الحديقة فكان اليوم ده هو هناك فقال له إلحق ده رسول الله مات فدخل فدوجد النبي صلى الله عليه وسلم ده مع أنهم بشتغلوا بالضبط مش ناس قاعدين في المساجد زي ما الناس كنت بتصور حتى في حالة الوفاة يا فندب حالة الوفاة سيدنا عمر وقب السيف اللي قال إن محمد مات أخطر أبته سيدنا عثمان مش قادر قاعد على الأرض كل واحد فيهم في حياة النبي كان له حال وكان له خاصية علشان سيدنا النبي بعد كده واحنا بعد كده نيجي تختار مين من العشرة دول عشان الكتالوج بتاعه ده يعجبك ويمشي معاك خدت بالك سيدنا الزبير كان لي حتة الإنفاق دي بالذات كان لي برضو فيها مواقف عظيمة جدا ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية بينفق بكل حب وهو يعلم أن هذا المال يدخل في خزينة الحق لذلك بعض الأسئلة كانت تيجين يقول لي طب أنا النهار ده مثلا حتكلم في عمل صالح حفر بئر أو عمل معروف في شيء معين طب البيع ده إذا نضب يعني إذا نشف حصله جفاف أو تحرق أو كذا أو كذا كده توقف العمل الصالح أقول له أنت ممكن تحط فلوس في أي مكان حتى لو بنك تخسر صح إلا أن تضعها في يد الله بل ربنا سبحانه لأن الله تبارك وتعالى ينميها لك ويكبرها لك فتأتي يوم القيامة حسنة كالجبال أنا يا رب ما عملتش ده لا ده أنت عملت فأنا كبرت لك أنا ميت بذرة وملكش دعوة هي تطلع إزاي لذلك أبني أقول أه أنتم تزععونه أم نحن الزارعون أنتم ملكوش حاجة أنتم تحرصون بس أنتم تلموا لكن الذي يتولى الزراعه هو الحق تبارك وتعالى تتلمي البذرة بتكبر وإنت تحرص بس وإنت تطلع ويجيب الخير بس لذلك هم أصحاب النبي علينا أن نأخذهم لنا نبراسا أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إحنا لازم الناس دي يكونوا هما القضوة الحسنة بتاعتنا لأن قضوتهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صنعنا